السلام عليكم أزول في الله و المرحبا بكم ناسي جياسكا هدايا هم شبيبة القبائل صوفيان بن دبكا هذي مدانا رهما داو يتحركوا يا جماعة يا مدانا رهما داو يتحركوا صوفيان بن دبكا رهما حاضر في المدرجات و رح يمضي في مولودية الجزائر قالك اشي ما حاسم وراله إن شاء الله رح يكون فيه أمور تنظيمية وركرة متى اللاعبين إن شاء الله رح نعطيكم في هذا الفيديو قائمة بأحسن لاعبين لقالين يدوروا ربما في السعودية و في قطر و في الجزائر تابعوا الفيديو حتى الأخير نعطيكم قائمة دلونا لايك الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق لي نبدأ بالقائمة وبعد نحكي ولا بن دبكا الانصار الذين يريدون اللاعبين هامنا عندك قندوسي ولاية بالولاية و بدران بن دبكا شتي دراوري بن قبله هيتم الوصيف صوفيان هني بن قاسمي هكذا لايبين يريدونهم أنصار شبيبة القبائل ولما لا لإفراحهم هكذا هي الفرحة اللي لازم تكون في شبيبة القبائل ولما لا في يوم من الأيام الكل فرحة كما شتي هكذا هذي هم اللاعبين اللي يقدر مدان يجيبهم أجمع لأنه بحكم أنه مدان كان عنده الخبرة و عنده هذو اللاعبين ربما يقدر حتى يتصل بهم لأنه كان عنده علاقة جيدة معهم في المنتخب الوطني ولما لا لازم يجتهد مدان حتى يجلبنا لعبين أمثل تي طراوي وبن قبله ولما لا عندك هنا تي طراوي أمامكم شتي ربما لعبين يستحقون ربما حمل هذا القميس الغالي لشبيبة القبائل وأيضا هم ممتازين لحد الساعة تقريب هذو هما اللاعبين اللي في السوق وأموال موبيليس قلتونا كين أموال بحج البنة لعبين اللاعبين بينين بس لعب على الشامبيونة بعدها تلعب تكوين فارق تنافسي احنا نقولوا ماذا الحال الكرة ولكن الكرة في مرماكم بندبكة متواجد مع الأنصار البالح لما لعبت مولوديت الجزائر هذا يؤهي بأن تحرك مولوديت الجزائر رام عرفوا ماذا يختارون احنا نحتاجوا لعبين مثل بندبكة أو أكثر إن شاء الله يا رب العالمين قال لك إيش شي ما حاسم وراء العيد إن شاء الله نحن ننتظر شواء حاجة فقط لأنه بدلغ شي صيد ما تطولوش فقط وبعد بزلغوا في السوق غير اللاعبين المتواضعين تقولوا هذا وشقنا في السوق أعطيناكم نظرة على بعض اللاعبين قلتون جيبوا لعبين كبار وما يغلوش على شبيبات قبائل يلا لازم تكونوا أنتم أيضا في المستوى من دائم خبرتك وباللعبين وما عرفتك ما اللاعبين تقدر جيبنا لعبين أمثال ربما بندبكة وبو لحيا وأيضا تتراوي ياسين هني المهم الكثير من اللاعبين الممتازين قد يكونون في شبيبات قبائل لو أرادت الإدارة ذلك لايك الفيديو وعبوني في القناة وتركنا تعليق ما رأيكم هل ستوفق الإدارة في ذلك سلام خوتي